اشتركوا في القناة الخميس الموافق الثاني والعشرين من يونيو من العام الفين وثلاثة وعشرين وبرعاية الوسيطة الأمثل والأفضل للتداول في الشرق الأوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها الشركة من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء قبل أن نبدأ فقرة التحليل الفني نذكر بأهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال اليوم ولا تأثير على حركة الأسعار وقت صدورها وسوف تكون لدينا بيانات هامة جدا على الفرانك السويسري تصدر في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت مكة المكرمة هو خبر الفائدة الصادر عن البنك المركزي السويسري وفي ذات التوقيت يصدر تقييم السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري وفي تمام الساعة الحادي عشر صباحا بتوقيت مكة المكرمة ينعقد المؤتمر الصحفي للبنك الوطني السويسري وفي تمام الساعة الثانية مساعا بتوقيت مكة المكرمة يصدر خبر الفائدة الصادر عن بنك انجلترا المركزي وينعقد محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية وفي ذات التوقيت أيضا يصدر خبر الفائدة على الليرا التركية وأيضا في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت مكة المكرمة لدينا رسالة التضخم من بنك انجلترا المركزي وعلى الدولار الأمريكي في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء يصدر معدلات الشكاون من البطالة وفي تمام الساعة الخامسة مساء تصدر تقرير مبيعات المنازل القائمة على الدولار الأمريكي وأيضا لدينا شهادة رئيس مجلس الاحتياطية الفيدرالي سيد جيروم باول وتختم البيانات لهذا اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة بصدور تقرير مخزون النفط الأمريكي الخام إذن أخواني لعزانة نبتد فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار ونلاحظ أن مؤشر الدولار الأمريكي قد تراجع بعد شهادة وإدلاء شهادة سيد جيروم باول أمام الكونغرس الأمريكي والذي أتت مخيبة للآمال وقد تفاعلت الأسواق معها بشكل سلبي على الدولار الأمريكي بالرغم من إشادة السيد جيروم باول برفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة ومن الممكن أن يتم رفع أسعار الفائدة بخمسون نقطة أساس على مرتان حتى أواخر العام الفين وثلاثة وعشرون وقد تحدث أنه لا يزال المستهدف هو للتضخم 2% والاحتياط الفيدرالي سوف يعمل على ذلك بحزم خلال الفترة القادمة إذن أخواني الأعزاء بالمجمل ننتظر شهادة رئيس مجلس الاحتياطية الفيدرالي خلال الساعات القادمة أيضا ولكن حتى اللحظة نترجم الرسم البياني لمؤشر الدولار الأمريكي وحاليا لا يزال يتداول تحت الضغط في ظل المنطقة المضللة أمامكم في الرسم البياني وكسر مستوى 102 قد يفقد الدولار الأمريكي آماله وينجح بهجوم الذهب والأسواق على الدولار الأمريكي ليطيح به إلى مستويات المئة وواحد ولن يتحاشى الدولار الأمريكي السقوط إلا بالعودة مجددا أعلى مستوى المئة وثلاثة إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونشاهد زوج اليورو دولار يستغل تراجع الدولار الأمريكي وينجح باختراق مستوى الواحد فاصل صفر تسعة آلاف واربعمائة وإذا نجح بالتماسك أعلىها وتلقي التأييد الإيجابي من خلال التداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم وعلى الأب تريند لاين حينها قد نشاهد السعي للانطلاق صوب مستوى الواحد فاصل عشرة آلاف وتسعمائة ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي إلى بعودة الأسعار أدنى الواحد فاصل صفر تسعة آلاف واربعمائة إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار ويتماسك الباون دولار أعلى الأب تريند لاين الفرعي واستمراري التداولات أعلى الواحد فاصل سبعة وعشرون ألف لا تزال تمكنهم من محاولة استعادة السيطرة على الزخم الإيجابي واستهداف مستوى الواحد فاصل ثمانية وعشرون ألف وتسعمائة ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي إلا بكسر مستوى الواحد فاصل سبعة وعشرون ألف ويجب الحذر أخواني لعزان أنه لدينا في تمام الساعة الثانية مساعم بتوقيت مكة المكرمة خبر الفائدة على الجنين الاستريني والذي قد يؤثر على تداولات الزوج بشكل مباشر إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الباون ديان ولا يزال يتأرجح حول المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم ولن نشهد مكاسب جديدة للزوج إلا باختراق مستوى الـ 182.700 واستمراري التداولات أعلى لا تزال تضع الزوج تحت التهديدات التصحيحية البيعية الذي قد تعيد اختبار مستوى الـ 177 ويجب أخذ الحيط والحذر من التداولات لأنه لدينا في تمام الساعة الثانية مساعم بتوقيت مكة المكرمة خبر الفائدة على الجنين الاستريني والذي قد ينجم عنه تذبذب وتحركات عنيفة للأسعار إذن أخواني لعزانا انتقل إلى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الزوج يتماسك أعلى الدعم المثل عن مستوى الـ 0.67600 وإذا نجح بالارتداد أعلى هذا الدعم المشارع إليه قد نشاهد الصعود صوب مستوى الـ 0.68900 ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي إلا بكسر مستوى الـ 0.67600 وعودة التداولات أدنى إذن أخواني لعزانا انتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الياباني ويفشل الدولار الأمريكي مع تراجع معشر الدولار الأمريكي بتحقيق المكاسب أمام الياباني وإذا نجحت الأسعار بالعودة على مستوى الـ 142.300 قد نشاهد الانطلاق صوب مستوى الـ 144.5 وتكوين مكاسب جديدة أما الاستمرار بالتداول أدنى 142.300 قد يخلق بعض من التصحيحات لعادة اختبار مستوى الـ 141 مقابل الدولار الأمريكي إذن أخواني لعزانا انتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرات التركية ونشاهد خلال الأسبوع السابق لا تزال الأسعار مستقرة وتتداول في ذات الموضع متمحورة حول المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ولكن ننتظر ونترقب خبر الفائدة على الليرات التركية الذي يصدر في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت مكة المكرمة والذي قد يخلق تذبذب عالي في الأسعار وبالمجمل وعلى الرسم البياني إذا نجحت الأسعار بالعودة أدنى 23 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد قد نشاهد هبوط الأسعار صوب الـ 22 ليرة و21 ليرة أما التماسك أعلى 23 ليرة لا تزال تضع الأفضلية الإيجابية للدولار الأمريكي ولكن لن نشاهد مكاسب للدولار الأمريكي إلا بعودة الأسعار أعلى 24 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي وإبان البيانات الهامة الإيجابية للبيتكوين شاهد البيتكوين ينتعش ويواصل المسير حول مستويات الـ 31 ألف دولار والذي إذا نجح باختراقها سوف نشاهد الانطلاق صوب الـ 33 ألف دولار و36 ألف دولار ولن يتوقف رالي الصعود للبيتكوين إلا بالعودة أدنى مستوى 27 ألف و600 دولار إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الريبل لا يزال يحاول التحرر من الضغوط البيعية وإذا نجح باختراق الـ downtrend line واستعادة المراكز الشرائية على الـ 50 سنت قد نشاهد عودة المكاسب وتناميها للريبل صوب الـ 54 سنت و60 سنت خلال التداولات القادمة إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الأمنة الذهب ونشاهد الذهب يستغل تراجع مؤشر الدولار الأمريكي ويحاول توجيه الضربات له ولكن فعليا لن يستطيع الذهب أن يتحرر من الضغوط البيعية إلا إذا نجح بالصعود أعلى الـ 1940 دولار مقابل الأنصة الواحدة حيث أن اختراقها والثبات علىها سوف يولد داعم إيجابي وتأييد إيجابي لاستعادة الذهب للمراكز الشرائية واستعادة السيطرة على الزخم الإيجابي الصاعد واستهداف مستوى 1975 دولار مقابل الأنصة الواحدة ويفشل هذا السيناريو التفاولي للذهب في حال فشلت الأسعار باستعادة المراكز الشرائية على الـ 1940 دولار وبإذن الله سوف نتابع معكم أولا بأول التحركات والمستجدات الاقتصادية والفنية للذهب من خلال خدمة البرودكاست المجانية والذي يمكنكم الانضمام إليها من خلال الواتساب عبر الرابط الموجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو في التعليقات إذن أخواني لأعزان ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونشاهد النفط الخام يحاول التحرر من الضغوط البيعية وإذا نجحت الأسعار باستعادة المراكز الشرائية على 72 دولار مقابل البرميل الواحد ونجحت أيضا بتلقي التعيد الإيجابي من خلال التداولات على المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم قد نشاهد الاندفاع صوب 77 دولار مقابل البرميل الواحد ولن يلغى هذا السيناريو إلا بعودة الأسعار أدنى ل72 دولار إذن أخواني لأعزان ننتقل إلى تحليل الفيضة ونشاهد أن الفيضة لا تزال تتعثر وتتعرض للضغوط البيعية واستمرارية التداولات الفيضة أدنى الثلاثة وعشرون دولار لا تزال تهدد الفيضة بالغرق والهبوط صوب مستويات الواحد وعشرون دولار ونصف ولن تستطيع أسعار الفيضة أن تتعافى بعض الشيء إلا إذا نجحت بصعود أعلى الثلاثة وعشرون دولار إذن أخواني لأعزان ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ويحاول الغاز الطبيعي أن يتمسك بالمكاسب ويستعيد المراكز الشرائية وإذا نجحت الأسعار بتكوين نموذج ارتداد يصاعد أعلى لاثنين ونصف ونجحت أيضا بالصعود أعلى متوسط المتحرك قد نشاهد استعادة السيطرة على الزخم الإيجابي والصعود صوب مستويات الثلاثة إذا أخواني لأعزان ننتقل إلى تحليل قاعدة السوق الأمريكي مؤشر الدو جونز الصناعي ونشاهد ردة الفعلة السلبية لشهادة السيد جيرون باول أمام الكونغرس الأمريكي والذي تعبر عن تخييب الأمال في الخطاب الذي قد أدلى به السيد جيرون باول ولكن بالمجمل مؤشر الدو جونز لا يزال يصنف في ظل الضغوط البيعية واستمرارية التداولات أسعار الدو جونز أدنى مستوى الـ 34400 لا يزال يضع الفرصة البيعية قائمة حتى اللحظة والذي قد تستهدف مستوى 33600 على short term وعلى long term قد نشاهد 33000 ولن يلغى هذا السيناريو التفاولي الإيجابي إلا بعودة الأسعار أعلى مستوى الـ 34400 إذن أخواني لأعزان ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرزان بورزة الـ SB500 ونشاهد أن الـ SB500 يحاول أن يتمسك بالمكاسب على الـ uptrend line الفرعي وإذا نجحت الأسعار بالحفاظ على التداولات أعلى الـ 4350 قد نشاهد اندفاع إيجابي مجددا ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي ويدخل المؤشر في موجة تصحيحية هابطة إلا بكسر الـ 4350 إذن أخواني لأعزان ننتقل إلى تحليل مؤشر الـ DAX الألماني ومثل ما تحدثنا أنه بكسر الـ uptrend line الفرعي سوف تستمر التصحيحات لتقترب من الـ uptrend line الرئيسي وبالقرب من مستوى 15900 نشاهد الأسعار تصل وإذا نجحت الأسعار بكسر مستوى 15900 فسوف يتكون ترند فرعي هابط ويستمر النزيف لمؤشر الـ DAX ولن يتحاشى الـ DAX السقوط إلا بالحفاظ على الأسعار أعلى 15900 إذن أخواني لأعزان ننتقل إلى تحليل مؤشر الكاك الفرنسي ونشاهد مؤشر الكاك والآخر يتداول تحت الضغط السمراري للتداولات أدنى 7400 لا تزال ترجح الكفة السلبية التي قد تستهدف مستوى 7080 وما دونها ولن يلغى هذا السيناريو لا بعودة الأسعار أعلى 7400 إذن أخواني لأعزان ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونشاهد مؤشر النازدك يحاول التماسك أعلى الـ uptrend line الفرعي وإذا نجحت الأسعار بالتماسك أعلى 14800 قد نشاهد محاولة تفادي السقوط والانطلاق صوب مستويات الـ 15300 أما كسل مستوى 14800 قد يؤدي إلى الدخول في موجة تصحيحية هابطة تستهدف مستوى 14500 و14000 خلال التداولات القادمة إذن أخواني لأعزاني لأننا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسنا المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله